دخل احطوا اياكم اول شي باحطها بالماء الطب مالي من دكتور دفند احب احطه كاول طبقة انا اهوه معالج حق البشع واللي فيهم بشتهم حساسة تتأذى مثلا من الميكوب سوي لي طبقة ويعالجها بنفس الوقت وعقب عشان ارطب بشتي زيادة خصو احبو الصيف بشتنا واي تنشف بحط هذا من كلينك هذا بس مو ارطب ما يعالج ما يسوي شي بس يرطب لتبشتك عادل يعني اذا قبل الميكوب انت بشتك من نوع اللي تحسين ان يصير فيها تشريك شور او تحسين ان تشريك جافة لما تحطين فاندوشن تنشف استخدمي هذا لان هذا من كلينك قوام جل فيناسب كل البشت حتى اللي بشتهم دهنية اللي بشتهم مختلطة ودهنية مو زين يحطون شي اويلي لان تطلع لهم محبوب بسبت الميكوب او بحط وين كريم العين من بوبي براون هذا بالنسبة لي احلى كريم ويطب العين قبل الميكوب من بوبي براون اي ان يخلي الكونسيلر سكة واحدة ويعالج بنفس الوقت لان في نوعين من بوبي براون فيه اللي تشبيه لونه على اصفر وفيه على الابيض اللي على اصفر فيه فيتامينز فيعالج تحت العين بس اللي على ابيض هذاك بس يطبلك فانصحكم تاخذون هذا لانه لا بشيهم من يعالج بنفس الوقت شنو احط رح استخدم فانداشن من الكلنك هاذا اللي قاعد جابه انا صار لفتر ميديوم خوار بتقدر ان تتحكمها فيه طبي فكلش ما يأذي بشتج بحط منا الطبقة خفيفة بس بشوف اذا موجود بالبوتيك ولا لا ودرجه اللي انا استخدمها لانه هذه اكثر درجه تنبع حطيت كل صوب نكبرت و بوزعها على كامل البشرة أنا لأن جسمي أغمج من ويهي فدائما آخر الدرجة الحين أغمج من لوني هذا صالفة قاعدة استخدمه و قلت لكم موايد حبتها حتى بلوك هدي الفوشي اللي كان على عيني استخدمت هالفانديشن كنت مخبتها معاين وايد حلو يعني تبدين تحطينا أصلا حد مناسبات استخدام يومي يغطي بس ما يعطيش هذا الأحساس اللي ويهج مختنق من الفانديشن اللي تحسين شي الطبقة لا بس أنتوا تحسون الحين لأنه لوني أغمج مني بس إذا كنت حاطى نفس لون ويهي رح تحسون أنه طبيعي على البشرة راح تكونسيلر بي جاي أنا بستخدم على طول درجة كريمي لأنه ما فيني هالات اللي فيها هالات حوالين العين أو حوالين الشفايف تحطين نتفة من درجة ميديوم جولدن أخش هحط لكم كل شي تحطين نتفة طبطبين عقوبة تحطين فوقها درجة كريمي اللي ما فيها هالات بس اخطي درجة كريمي وحطي داريكت تحت العين وكل الدرجات الدرجتين توفروا بالبوتيك بطبطوب أحلى بيوتي بلندر ممكن تجربونها تفلللينها أول شي تسحبين كل الماء اللي فيها لين تصيد شري خيالية تدمج لتش الكونسيلر الفانديشن أحلى بيوتي بلندر ممكن تستخدمونها هذي وسعرها شمسة دانية وشي شوفو تتمجون الكونسيلر تحطون بقايا الكونسيلر اللي موجود بالبيوتي بلندر فوق العين بس عشان أعطي طبقة شريحة عيني وقت الاي شادو قثبت معاين طبطوبة شريحة الفانديشن اه فرشة الفانديشن اللي استخدمتها هذي من ريل تكنيك غادي تيينن موائد حلوة موائد أحبها توزع لي الفانديشن شفتها وشلون يعني حتى بدون بيوتي بلندر وزعت لي بس أنا أحب همن خطوة البيوتي بلندر عشان يصيل الفانديشن شكله طبيعي أكثر على الوي هني هكزه عشان لا يصيل في خط صوب الخشم يعني لما الأحد قع كلمة شريحة من جم يكون فيه شريحة عفته بعدين أخذ أحلى تنت هذا استخدمه حق شفايفي وحق الوي أحب شريحة شو شلون أحب شكلت وحق شير أحب شريحة عشان لما تحطين حمى أو شيء تاكلين وتنمسح ما يكون الشكل الشفايف مو حلو يكون فيه طبقة تحتها ثابتة اللي اهي التنت فايصي الشكل الشفايف حلو تدمجوهن بشري بالبرش اول شي بتحسين انه هو عايد بس لازم تحطين شري لانه اساسا بتثبتين بالباودر وانت يتبين التنت يتم ثابت معاك فبس تدمجوهن اول شي بالبرش حال شكل وصعدوه جري لي فوق بعدين البيوتي بلندر تشينين اي شي زايد من التنت يصير شكله 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 يعني شوفوهن وشوفوهن وشلون شنن في طاقة لا اخذو البيوتي بلندر ووزعوه بالشكله هذووووو حتى اللاج بدون مايكا فانديشن يطلع شكل التنت خrito هالوخصان احام بالصيف لما سويت children بس تحطين حمايا وتنت على ولاهج اوا Co تحت العين بودرة لورا ماسير وكل الوايه في البرش ما اخذ هذي البرش الكبيرة راح اقول لكم من وين بعد اخو الست كامل بيكم موجود بالبوتيك نشوفو لما تحطون اللوز بارد عشان يصير شكل التنت وايط طبيعي فعشان شدي اقول لكم اول شي حاولي اتكاثرين عشان لا يفيت انك محطة شي لا لان كل شي لباني يندمج يصير شكله حلو بعدين او تحطين كمية صغيرة تحطين شدي كمية صغيرة ما يبين لان انتجا تحطين لوز باودر اوكي ممكن بدون لوز باودر او شي بس تبتين بس بوح حطوا اقل بعدين باخذ بالت بسام فتوح هذا بالنسبة لي احلى بالت حق الكونتور باخذ هاللون هذا استخدمه حق خشمي اللي لونه شوي على الرمادي وهذا على الوي بالكامل ادف في الوي بالكامل يعني اطراف الوي نفس الفلشر في هني هالطرف تكون شدي صغيرة باخذ اللون اللي على الرمادي واكنتر في خشمي انا اركز دايمن على الاعنبة لان انا خشمي من هني كبير من فوز صغير فبس اكنتر من هني شدي عشان يعطيني شكل اصغر واخلي باودر لان انا ما احب فانديشن بس احب دوس باودر على خشمي فبس اخلي شوية لين يثبت الباودر عقب ادمجه بالبرش من نفس ست البرشز هي تيكم شدي الجنطة ومعها الباودر الكبير اللي كوني حطيت فيها اللوز باودر والكونتور والبرونزر فيها فرشة حقي الكونسيلر او البانديشن بس انا احب اللي تكون كبوكي اللي تكون شدي حقي الفانديشن اوكي فيها فرشة حقي البلاشر اهما اذا تابعون من فرشة صغيرة او اللوز باودر فرش دامج حق الاي شادو وفرشة حواجب فانا باخذ هذي الفرشة حق الاي شادو واستخدم هذا الفانديشن بايد احبه من ماك احب احب الوانه جد هاللونين اللي بننص داما اخلطهم حطهم على كامل العين اخذوا كمية اول شي صغيرة او كيف تشتبين وما تابين اللون يكون اثقل تحطين طبقة اكثر بس اول شي حاولي تاخدين كمية صغيرة تدمجينها عدل بس انا باكتفي بها الكمية ما بي زيادة بس احاول اني انا ادمج كل شي حدل عشان شكل العين اي شادو يعني العين يكون نظيف بس انا بس ثاني هذا الميكاب اللي كنت حطيته قبل كم يوم لانا قلتولي شنو اللي كنت مستخدمته وشنو الاشياء اللي حطتها هذي الاشياء اللي انا كنت مستخدمتها هذي اصلا صليفتها مالقى عليه لانا من الالوان المقربة الى قلبي احب الالوان وايد شوفوا عقب ما تحطين الاي شادو اذا تابين تحددين عينة شليفول اخذي اللوز باودر مع الاسبونج هذي من محل الكوري كلها انسى اسمها موجود او موجي تحصلون بعد شدي اخذي اللوز باودر حطي شدي بيصي الشكل الاشياء وما تبع عندك من اخر شي اوكي باخد نفس البش احدد تحت العين بس بهذا اللون نسوين شدي عشان تبسمين التفخة اللي تحت العين تصري اسهل لما انتويتين تبسمينها نسوين شي شنش مدقيقة بعدين باخد نسوين الحواجب اول شي تمش نشارج عشان اذا في بقائي لوز باودر شي نضفين اخ الموعد اخ المهم جل انستازيا حق الحواجب هذه الفشة سويها شدي اخذي الجل مش ضيفي الحاجب كلها بعدين ضط نفس الشي الحاجب الثاني بعدين عاد انت خليه تماسك شوي وسويه على الشكل انت تابينا دايمان عقب ما تستخدمون الجل سكوه على طول عشان الجل لا ينشك معاش باستخدم اقلترات شوبا شوبس نفس البوكس اللي فيه التنت اللي استخدمته هذا هذا البوكس لازم نكون عندكم فيه نوعين تنت هذا هم من حق البحر انه لون على احمر وهذهلي الاقلترات باخذ اللون هذا درجة اللي بالنصف بس انا لانه غير عماكنهم شون تستخدمينا حتي على ايدك اول شي شدي بعدين بصبعج ضططبي وحطيه على العين شدي يصي وايد احلى باستخدمي بصبعج لانه يصير بلونه اوضح من البش شون لا يسحب شو شون شكله يصير واذا تابين تزيدين دخلينا وايد قلتري نطي شوي بدي يحطي على الايد كميه واذا يتطبع تفتش انتي واستخدام تشتبين القلتر مثلا وايد واضح تزيدين احبهم احبهم هذالي وايد وعلى الطول خلاص ينشوفون يعني مو من نوع اللي لما تسكين عينك او تحركين عينك يصيب في خط قلتر في قلترات شديدة نرفز اصلا شون شي اقول لكم هذالي اخلوهم مفيدين حق المناسبات الحين تحطين هما تحت العين بس انا ما بي ازيد احد تحت العين بطلق اروح اصوي اضافي بس انا قلت ان اسوي وياكم التوتوريال بروح لهم بالنسبة استخدم مسكرة نارز من كثير ما احبيتها خديت الكبيرة بس ما بطلت لانه للحين بزياء عندي ما خلصت تيانن سوادها حلو حتي حتى لو ما تبينو تبينو رموش تخلي رموشك كثيفة بس انا بركب رموش خفيف ما اقدر احب الرموش يعني احس ما اركب رموش لما اكون مو حاطة اي شادو اذا مو حاطة اي شادو اوكي بس احط مسكرة بس اذا حاطة اي شادو احب اركب رموش احس شكل العين يصير احلى بالرموش واهي نفسها استخدمها حق رموش اللي فوق بس امحا واجبي بجل انستازيا هذا انا داجتي ميديوم براون بس امحا واجبي من اخر شي اخليه سيدة عشان يعطيني تشدين ساحبوا حق العين حلوة تصير ونفس الباش اللي موجودة بالست اسحب عيني تشدين ارسمه بس من اخر شي يعني اول شي احط الجل اللي ثبت الحواجب بالاشقاع يختفون الاشياء مادي هذا وبعدين ارسم مو اول شي ترسمين وبعدين تحطين الجل لا عشان يكون شكله ارتب سوي نفسي احلى يصير شكل الحاجب بس ارتب هذا البوكس اللي كنت طالبته من الناس اللي فيه المسكرة حمرة كونسيلر والبلشر الكريمي المعروف ما لهم هذا اوك وبلشر باودر فانا بستخدم البلشر باودر لونة جميل شوفو الان اشلان وفيه شوي تشري تحسون ام مو قلتر عبتا ولي تحسين جنة مع اضاءة فيخلي شكل الخد وايد حلو شوفو اشلان شوفتو هالي الطقة جميل جميل احب الميكوب انا فيه شي بميكوب احبه شوفو يخلي الخد هذا البوكس اخذه اذا موجود للحين ولا ما اعلم اذا موجود ولا لا لانا من زمان انا طالبتها بس تولي قلت بجرب البلشر والحمرة الحمرة لونها تشري اندي تحبون هالنوع من الوان لونها تشري على بنك شوي عشان ما تزفوني كلها اهض نوديات فاليون بحط على بنك راح اشوف لكم اذا موجود بالبوتيك للحين ولا لا لانا دائما البوكسات بتكون اسعار البرودكت اللي فيه ارخص من المتاخذين احبه حبه كبر موش وبحط الحمرة استخدم الرموش بس بقول لكم شلون انا استخدمهم عشان يخلون تشري العين حلوة ومو اوبر عافتو اول شي اركب هذا الرمش شوفوا شلون كامل بس مو الكشة لا اللي يخلي العين مسحوبة حلوة واخر شي اخر الرمش اركب هذا الطرف هذا هما انت تستخدمين بروحة حق الدوام الجامعة تابعين رمش تشري بس يسحب لك عينك بطريقة حلوة تحطينا بروحة اذا تابعين مثلا حق مناسبة حق عزيمة عشا شي حطي الاثنين مع بعض احلمكم الحين شلون تحطونهم باخد اول واحد هذا وانا الصمغ اللي استخدمه هذا من بي جي الاسفلت اوكي اول شي تقصين اطراف الرمش الزايد شوفوا دايمن هذا الزايد البلاستيك اللي بالع تقصونا اول خيط ما الرمش هذلي بنات مريحين وخفاف العين بشكل معادي جد مريحين مريحين خاصة اللي يحطوه مثلا رمش وقت طويل شفي هذا اوكي راح يحبونهم بي جي لا تطولين وعيد وانت يحط رمش يعني على ما تركبينه لانا الصمغ على الطول ينشر ينشر اوكي اخذ الرمش الثاني واسوي وابعد لكم كيف انتكبون الرمش اول شي تاخذين اي ملقة عندك شدي شدي الثبتين رمش اول شي من النص وعقل بتركزين الاطراف اخر شي انا اسحبه شوي لي فوق ما احطه على خط رمش اخلي شدي اول شي وبعدين اكبسهم بموشي الاساسية اوكي شدي احشوفين الرمش عادي بس لمن تكبسينهم يصير احلى وباخذ الطير واحطه اخر شي شدي بانا دايما حتى الميكب ارتستات يسوون هالحركة شوفو شرون العين تصير وايد اجمل وهذا همه تبدين تستخدمين ابوحة يخلي العين وايد حلوة اذا ميكب نو ميكب تشري ميكب ختيف تبينا بعدين شو تسوون تشري بلاي بونك تكفون شوفو شلون العين تصير شكلها تشري اي ين نن بس بطيقة حلوة دايما تسو هالحركة حقوق ما تكفون الرمش عشان اصلا يثبت عدل ويندمج مع الموشكم الصجية اخر شي شبه انا احب شري اللموش واي شكلها يكون شدي ركبت نوعين N5 و N1 لاحكتب لكم اساميهم وبحط لكم لينك الانستقرام مال الرمش هذي لي هبلون تبدون تلفزونهم ان شاء الله فوق الخمستاعش مرة بس اتنطبين الرمش من فوق اتنطبين الخيط مال الرمش من الصم وبس خلص تبدين تستخدمينها خمستاعش مرة وعادي حتى لو بعد ما تشيلين الرمش الطاب ينشال بسهولة فتقدرين تستخدمين كل واحد بروح حين بحط حمعة نارس هذي تلكم عنها البوكس لونها مو عادي يعني النوت اللي على ويدي خيال خيال لونها شو شون أراك بينมاء باستحم مكلفى هذا بس احدد يعني ما حطيت نود شوف اللون الحمش هذا البوكس اذا كان موجود اخذوه جد اهي درجة الحم بروحها اسمها مادي اذا هذا اسمها امريكان ومن الامرأة الامريكية يمكن مادة اظن هذا اسمها و بس بشيل اللم السباودر الزايد اللي تحت العين نفسها مالة البلشر و بس هذا الميكوب حق اليوم و بس هذا الميكوب حق اليوم اشتركوا في القناة